اشتركوا في القناة عن إيذاء الجار وصبره على أذى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار ونفى الإيمان عمن يؤذي جاره حتى أقسم صلى الله عليه وسلم بالله تأكيدا على ذلك فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه ومعنى بوائقه يا أبنائه يا شرورة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أما عن صبره صلى الله عليه وسلم على أذى جيرانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من بعض جيرانه في مكة من مشرك القريش بعد أن دعاهم للإسلام وكان خلقوا في التعامل معهم مثالا للصبر على أذى الجار فقد كان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان متمثلا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم هنا يا ابني ننتقل إلى نشاط واحد ويقول الإساءة للجار من الأفعال المذمومة ما أسباب الإساءة إلى الجيران يا أبنائي نعم عدم معرفة حقوق الجار وفضل الإحسان إليه إذن ما الحلول الحلول المناسبة لذلك أولا التوعية بحق الجار ثم بيان فضل الإحسان إلى الجار وتدخل بعض الجيران للإصلاح بينهم ماذا نتعلم في هذا الدرس لكي نعمل به؟ أولا أتجنب رمي المخلفات أمام منزل جاري أو إتلاف شيء من ممتلكاته أصبر على أذى جاري وأتعامل معه بالتي هي أحسن انتقل الآن يا أبنائي إلى التقويم السؤال الأول يقول أبين أثر الصبر على أذى الجار في حسن العلاقة بين الجيران إن من أثر الصبر على أذى الجار هو كسب المحبة بين الجيران ونشر أخلاق الإسلام بينهم وطاعة الله عز وجل السؤال الثاني أبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذا الحديث يا أبنائي يدل على عظم حق الجار ثانيا أن الإحسان إلى الجار من شروط الإيمان السؤال الثالث يقول أكمل الفراغات فيما يأتي من أمثلة صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى جيرانه صبره على أذى جيرانه من مشرك قريش باء من أمثلة الإساءة للجار سبه أو شدمه كذلك رمي القمامة أمام بيته عدم السلام عليه الامتناع عن مساعدته وهذه كلها يا أبنائي من الأشياء التي تسيء إلى الجار هكذا نكون انتهينا من هذا الدرس إلى أن نلقاكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته